معايب نبي سفيان أسس ووضع نظاما سياسيا كل من جاءوا بعده من الدول والممالك في العالم الإسلامي كلها استمرت عليها الدولة الأموية وضعت نظما ودواوين من جاءوا بعدهم يعودون إليهم فقط وسعوا ويعودون إلى هذا الأساس هذا النظام الذي وضعه معايب نبي سفيان هو أنه حينما حدثت أحداث الفتنة والاضطرابات كان لابد من وضع نظام سياسي وتأسيس نظام سياسي ينقذ العالم الإسلامي من الاضطراب والتفكك فأسس معاوية ابن أبي سفيان أول عائلة ملكية وراثية تحكم في تاريخ الإسلام هناك ناس غضبوا كثيرا من هذا النظام وأنه تغيير في نظام حكم الخلافة الراشدة جميل من حقك أن تختلف مع أي نظام سياسي ولكن كل الدول والممالك التي جاء بعد الدولة الأموية التزمت بنفس النهج وبحذافيري كلها دول ملكية وراثية وتسمي نفسها أيضا بنفسي على اسم الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم الدولة الفاطمية أيضا وهم دولة وهم إسماعيلية شيعة مع ذلك التزموا بهذا النظام الذي وضعه معاوية إذا كان لديهم مشكلة مع هذا النظام حقيقية وهذا النظام لم يكن ناجح فعلا في ذلك اللقط لماذا حينما كان لهم الأمر لماذا لم يغيروه لماذا لم يلغوه الحقيقة أنها كان نظام ناجح وأنقذ العالم الإسلامي مثلا اشتركوا في القناة